اكد سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم أن فوز مملكة البحرين بالميدالية البرونزية في أولمبيات العلوم النووية الدولية الأول في مدينة كلارك بالفلبين يؤكد على ما تسخر به مدارس مملكة البحرين من مواهب وطاقات خلاقة ومبدعة تستطيع المنافسة والفوز في أرفع المسابقات وفي مختلف المحافل التربوية والعلمية وأشهد وزير التربية والتعليم بما قدمه الاختصاصيين التربويين والمعلمين الذين تولوا مهمة إعداد الطلب البحرينيين المشاركين في الأولمبيات وتدريبهم بما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز جاء تصريح سعادة وزير التربية والتعليم بعدما حصد الطالب حسن مجيد أمان من مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين الميدالية البرونزية في أولمبيات العلوم النووية الدولية الأول في مدينة كلارك بالفلبين وتعد مشاركة مملكة البحرين في هذا الأولمبيات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز القدرات العلمية للطلبة في كافة مجالات العلوم ترجمة نانسي قنقر